جديدة بالرباط تنعقد لأول مرة ببلادنا أشغل المناظرة السادسة لمركز دكتوراء القانونيين المتوسطين والمستمرة حتى الثامن عشر من الشهرية جاري تحت شعار المتوسط والاندماج الإقليمي وذلك بحضور خبراء القانونيين من ضفتي المتوسط والهدف تصدي للاضطرابات السياسية التي تهوز الفضاء المتوسطي وتعزيز الاندماج الإقليمي تحرير زهر دوتي في زمن الأزمات التي تعصف بالعديد من دول حوض المتوسط الجامعات المغربية تفتح دراعيها لتقوية روابط التعاون بين ناظراتها في هذه المنطقة أساتدة وطلبة جامعيون من الجزائر وتونس ولبنان وفرنسا واليونان والمغرب يطرحون سؤال المتوسط والاندماج الإقليمي في إطار مركز دكتوراء القانونيين المتوسطيين المتوسطي المتوسطي هو منطقة كل شيء فيها ممكن الجيد كما السيئة هي منطقة في العالم توفر كل مقاومات التقارب والتبادل منذ آلاف السنين وفي الوقت نفسه هي منطقة على درجة عالية من الإضطرابات السياسية والانقسامات التي تهدد انسجام الجميع لذلك اخترنا خلق هذا الفضاء يمكن الباحثين الشباب من التبادل كل سنة كل عام حتى تتحرك فإذا كان السياسي الآن في علاقة فيما بينهم نوعا ما جامدين فإن العلاقات بين الجامعات وما بين الجامعين والبحثين العلميين يمكنهم أن يأخذوا هذه المبادرة للاستمرار بتدعم أواصر الصدقة والتعاون فيما بين دول البحر الأبد المصعوصي لأن ما يمكن أن يمر عن طريق العلاقات التقافية وعن طريق العلاقات الجامعية والبحث العلمي فإنه يمكن أن يطبع له الدوام والاستمرار المناظرة السادسة لمركز دكتوراه القانونيين المتوسطيين التي تدوم ثلاثة أيام ستناقش مواضيع الاندماج الإقليمي في إطار احترام خصوصيات كل دولة على حدة نضع ثقتنا في جميعينا لأن السياسي يعيش عملي حالة توقف وذلك لخلق دينامية الحوار الثقافي والتبادل الإنساني بما يؤسس لفضاء للتعليم العالي والبحث العلمي مركز دكتوراه القانونيين المتوسطيين مبادرة أطلقت عام 2008 وتروم إعطاء حضور وازن للجامعات المتوسطية على مستوى السياسات العمومية والمشاريع المهيكلة لصالح مواطني المتوسطة